بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع يقول الحق جل وعلا قد أفلح من زكاها أي هذه النفس من سعى في تزكيتها وتهزيبها وتخليصها من النار إذا أردنا أن نتعلم تزكية النفس فعلينا أن نلجأ إلى القرآن الكريم هذا الكتاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفاء ووصفه بالرحمة ووصفه بالهدى فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعامل الناس بأخلاقك أنت عاملهم بأخلاق القرآن لا بأخلاقهم عندما نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى وهو يوقظ فينا المشاعر السامية والأخلاق النبيلة يوقظ فينا مشاعر الإخوة الإنسانية يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ لو تأملت هذه الآية لابتعدت عن التفاخر وعن الغرور وعن الكبر وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب فلا داعي أن تقول أنا أو أنا على كذا أو أن تفتخر أو أن تغتر بشيء فهذه الدنيا زائلة القرآن الكريم الذي نتعلم منه الأخلاق الكريمة يبين لنا أن قاعدة الأخلاق تقوم على الكيف لا على الكم ليس على الكسرة وإنما على الكيف ويبين ذلك القرآن الكريم في قوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث لا تنخدع بكسرة المغريات لا تنخدع بالمظاهر لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الحق مع الباطل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك النفس قد يعجبها الباطل والله يقول لك ولو أعجبك كسرة الخبيث لا تنخدع لا تغتر بالمظاهر ونجد أن القرآن الكريم يقف أمام عدوين أساسيين للأخلاق يقف القرآن الكريم أمام اتباع الهوى فلا تتبع الهوى أن تعدلوا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الهوى هو الميل الشخصي حزوز النفس الله يقول لك قدم ربك على كل شيء قدم الحق على الباطل فلا تتبع الهوى أن تعدلوا ويقف القرآن أمام عدو آخر ألا وهو التقليد الأعمى ونجد أن القرآن الكريم يبين لنا أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الإيمان وفي تأثرهم بآيات الله وفي معادنهم فأما في الإيمان وفي التأثر يقول وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَقُلْ تَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ ويقول عن المؤمنين وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ويقول لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا حياة القلوب وحياة الأبدان هذا صنف يتفاعل مع القرآن يتأثر بآيات الله يقبل على الله يطيع أمره ويستجيب لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأما صنف آخر يحدثنا عنه القرآن الكريم فيقول أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صنف يقول القرآن الكريم عنه أُولَئِكَ الَّذِينَ لم يريد الله أن يطهر قلوبهم هذا أقسى عقاب أشد عقاب لم يريد الله أن يطهر قلوبهم ويقول فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاءَ إذن الناس ليسوا على درجة وحدة في قبول الإيمان في تلقي الهداية في الاستجابة لأمر الله في التأثر بآيات القرآن هناك قلوب خاشعة وهناك قلوب قاسية والناس ليسوا على درجة واحدة في معادنهم وفي طبائعهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وفي النهاية الإنسان هو الذي يدفع الضريبة هو الذي يحاسب على الفاتورة والإنسان قادر على إضلال عقله أو إضاءة عقله فالقرآن الكريم يبين كلا بل ران على قلوبهم بسبب بما كانوا يكسبون النتيجة بما كانوا يكسبون الإنسان هو الذي دنس قلبه ولوسه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فما عليك إلا أن تستجيب لأمر الله وأن تأخذ بمنهج القرآن الكريم في تزكية النفس اللهم احفظ مصر من كل سوء واجعلها في ضمانك وأمانك هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته